عايز اقول لكم ان احنا بنستعد للانتخابات الانتخابات خلاص السبت والحد القادمين طبعا بدأت سفاراتنا في الخارج في تلقي التصويت بتاع المغتربين او المصريين المقيمين في الخارج وزي ما قلت لحضراتكم هي القضية ان انت هتفاجأ ان انت ممكن جدا دواير محدش صوت عليها او ما صوتش للصارح مرشحين فيها انما دا عادي جدا لان طبعا كل مرشح او كل ناخب لازم يكون مقرر ان هو ينتخب مين في دايرة محددة من مجموعة دواير اللي موجودة واحنا عندنا اربعتاشر محافظة في المرحلة الاولى طب احنا بقى نتوقع ايه يوم السبت والحد الجايين دول عايز اقول لكم ان المنافسة ستكون شرسة للغاية منافسة البرلمان المصري هتكون شرسة جدا انا شايف مواجهات اعلانية جمدة اوي شايف شخصيات عامة مترشحة في دواير ممكن يكون فيها كرسي واحد او كرسيين وكلهم شخصيات كبيرة جدا ومرشحين ومقدمين نفسهم في بعضهم طبع الاحزاب وفي بعضهم مستقلين ودخلين بقوة شديدة انا بقول لكم ان انتوا هتتفرجوا على منافسة حد للغاية في الجيزة هتتفرجوا على منافسات في معظم الدواير اللي هتحصل فيها الانتخابات يوم السبت والحد الجايين واحنا هنتابع مع حضراتكم في الحياة اليوم هذه الانتخابات على مدار الساعة ابتداء من يوم السبت والحد وحنكون موجودين مع حضراتكم وحنتابع ما يحدث في كل هذه الدواير الدواير دي يا جماعة او الاربعتاشر محافظة دول بتقريبا هم تقريبا المرحلة الاولى انا متوقع ان يحصل اعادة في معظم دواير المرحلة الاولى والتانية كمان ليه لانه هيكون صعب جدا لو فيه دايرة فيها 30 و40 مرشح على مقعد واحد ان يحصل شخص واحد من اول مرة على 50% زائد واحد ولكن خلينا نبص للإستعدادات عاملة ازاي عايز اقول لكم بالامانة الشديدة جدا انا راجل شفت انتخابات كتير اوي 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 من منتصف التمانينات في مصر احنا وصلنا الى مرحلة ان احنا النهاردة بجد وبالامانة قدرنا ان احنا نعتمد على الحكومة في تنظيم انتخابات محترمة وشكلها محترم ان انت عرفت تبقى عامل اللجان ازاي عرفت انك انت توصل للاجنة ازاي عرفت انك انت تكتب رقمك القومي الوقت حالا على التليفون تبعت رقمك القومي يقولك لاجنتك فين ورقمك كام والقيد بتاعك فين وتوصل ازاي كل هذا الكلام كل التطور اللي احنا شاهدناه وايضا التأمين اللي احنا شفناه زمان ما كنتش تعرف تخش لجنة الانتخابات من كتر الناس اللي كانت وقفة قدامها والزعيق والمش عارف مين ومين يشدك والطقبيل اللي كان على البواب احنا شفنا ايام مش لطيفة نمحنا الوقتي بتوصل للجنة الانتخابات وتقدر توصل وتدخل جواها واستعدادات رهيبة ده معنى ايه ده معنى ان في مؤسسات في الدولة وصلت الى مرحلة من الاستعداد والتعود ان هي تتحرك ازاي في ظل اللي بيحصل ده وايضا مع ازمة الكورونا شفناهم في الشيوخ عاملين ايه